من أكثر الموضوعات اللي شغل الناس على السوشال ميديا ومتصدرة للترنت بقالها فترة هي طبعاً الأزمة الاقتصادية العالمية بنشوف ناس دايماً بتسأل أسئلة من نوعات نستثمر فلوسنا في إيه؟ هل الدهب أفضل حل ولا لا؟ هو العقارات أحسن ولا الدهب أحسن؟ طيب أحط فلوسي في البنك في وديع ولا استفيد بالفوائد؟ المشكلة أنه ما شاء الله يعني السوشال ميديا بقت مليانة ناس كل واحد منهم يسمي نفسه خبير وبيطلع يقول كلام للناس ممكن ما يكونش صحة طبعاً عشان كده إحنا النهاردة معنا ضيف متخصص في الموضوعات الاقتصادية وهو الأستاذ محمد رجد صاحب قناة المصرفي أهلا بحضرتك أهلا بك أهلا بحضرتك وبسرعة المشاهدين مرسي أو يزوءك ومرسي على وجودك معنا النهاردة زي ما قلت فيه ناس كثيرة قوي بتطلع تتكلم وتقول حاجات مفروض نصايح للناس ويكونوش هم دريانين بالموضوع ولا عندهم الخبرة الكافية أنهم ينصحوا الناس إيه رأيك في الموضوع ده؟ بسهدين مشكلة طبعاً موجودة في الفترة الحالية أن فيه ناس كثيرة جداً بتطلع تتكلم في الحاجات الاقتصادية وفي الاستثمار وهم ما عندهمش أي خبرة أو خلفية عن الموضوع ولا حتى فيه دراسة عن الموضوع للأسف فيه قنوات ممكن تلاقي قنوات طبخة بتتكلم في الموضوع قنوات ما لهاش أي علاقة خالص بالاقتصاد بس هو دلوقتي الترند اللي ماشي زي ما حريك بتقولي فكل حد عايز يطلع يعمل شوية مشاهدات فبيطلع يتكلم على الاقتصاد وعلى الاستثمار وإيه اللي ممكن أنت تستثمري فيه هوافر أنه ما عندوش المعرفة الكافية أو الخبرة الكافية أنه هو يتكلم في النقطة دي وفي نفس الوقت هو ممكن يضر الناس لأنه ما هيديهم نصيحة مش على أساس سليم وممكن أنه يضرهم طيب إحنا بقى عشان نطعم من المشاهدين عايزين نبتدي معاك كده من الأول أنت متخرج من إيه واشتغلت في إيه وإيه اللي خليك تتجه للسوشيال ميديا أنا خريكة كلية تجارة وإدارة العمال اللي هي معروفة باسم تجارة خارجية سنة 2002 ابتديت العمل في المجال البنكي والعمل المصرفي من سنة 2003 اشتغلت في إدارات مختلفة خدت خبرات مختلفة من الإدارات اللي أنا اشتغلت فيها جيت في سنة 2020 أنا على مدار العشرين سنة بتاعت البنكينج كنت بلاقي ناس كتيرة بتيجي البنك بتعمل برودكت معين أو بتعمل منتج معين بعد فترة تيجي لأ طب أنا ده ما كانش يناسبني ده أنا عندي مشكلة في الموضوع ده أو إنه هو عمل حاجة في بنكي تاني فبيجي يتكلم إنه هو الله يسمحه أستاذ فلان عمل لي الموضوع ده وطلع إنه هو مش نافع لي أو إنه هو مش ده المناسب لي فقلت طب ليه ما نعملش حاجة ممكن إنه احنا ننشر الثقافة للناس الثقافة البنكية والاستثمار ونعرفهم الحاجة بالطريقة السليمة والطريقة الصحة بحيط إنه هو يدخل البنك يبقى عارف هو عايز يعمل إيه بالزبط وإيه المناسب ليه بالزبط مش بناء على التارجت اللي موجود بتاع الموظف أو الحاجة للموظف من وجهة نظره وذي بترسل كتير جدا جدا للأسف يعني شعارت بيبقى مثلا فيه زي مش عارفوا بتسموه إيه في البنك بصراحة زي مشروعه مثلا جديد في البنكة وعايز إن انت تخلي الكلائنس بتوعك يجوا يدخلوا في الحاجة دي فبيروح عارضه على الشخص ده ويعيني الشخص اللي هو الكلائنس بيفتكر إن ده مناسب بالنسبة له بزبط فبيبقى طبعا سوق اختيار دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا لأن في ناس بعض المنتجات فعلا ممكن هو يكون مش ميالي خالص أو مش بيحب إنه هو يعمل حاجة زي كده الموظف لما بيشرحوا له بطريقة صحة وبطريقة مناسبة هو هيقدر يقرر إذا كان هو مناسب لي ولا مش كل الناس بتعمل كده للأسف قلت خلاص أنا هعمل القناة دي بحيط إن أنا هشرح كل المنتجات حاجات عامة على البنوك كلها اللي هي الحاجات الكامن ما بين البنوك كلها بحيط إن حدركت يدخلي البنك تبقى أنت عارف البرودك ده إيه إيه قصته من أولها لآخرة هو مناسب ليك ولا لا فأنت رايح البنك تعمليه بالضبط يا تعمليه بطريق مباشر أو لأ لما الوظف يتكلم عنك لأ أنا مش مناسب لي الموضوع ده ده كان أساس إنشاء القناة والأسهم زي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت هي عبارة عن أن أنت بيكون في شركة يما شركة جديدة نزلة للسوق وعايزة راس مال أو أن هي شركة موجودة في السوق وعايزة تزود راس المال بتاعها علشان توسع نشاطها أو تغطي تكاليف معينة فبتعمل إصدار للأسهم عن طريق نهاية بتروح للهائة العامة الرقابة المالية وبتقدم على الموضوع وبعد المراجعات اللي احنا تكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت بيتم الاكتاب وتكلمنا في حتة إن انت لما حضرك هتشتري سهم أنت هتبقى شريك في الشركة بعدد الأسهم اللي حضرتك اشتريتها وبنسبة الأسهم اللي انت اشتريتها يعني لو الشركة دي بتصدر ألف سهم وحضرتك اشتريت 150 سهم يبقى حضرتك بتانتلك 15% من الشركة دي وبتدت بقى قناة المصرفي بالزبتك وسميتها كده؟ مضبوط علشان ايه بقى شمعني؟ سدقيني هو الاسم طالقي يعني فكرت في عسامي كتير جداً أنا في أول حلقة بصيت لقيت نفسي أهلاً وسهلاً بيكم في قناة المصرفي طلعت الوحدة طلعت الوحدة الأول كنت أنا مسميها المصرف علشان هو البنك اسمه المصرف باللغة العربية الفصحة وأنا بتكلم لقيت نفسي بقولها المصرفي فخلص قلت خلاص هو ده يا ربنا ريد إن اسم القناة بقبل شكل ده طيب أنا بوسي أنا هكلمك بالطريقة بتاعت الناس وهم عاديين مع بعض بطريقة بسيطة مش عايزة أسمع حاجات مكالكعة إحنا ما بنفهمهاش أنا مبدئين واحدة ضايع خالص في الحساب ما بفهمش الواحد مفروض يعمل الاستثمار بتاعته أو الانفستمتز بتاعته في إيه بس زي ما احنا قلنا في التقديمة الناس كلها بتعطي فكر إيه ده أنا أشتري دهب ولا أحط فلوسي فوائد ولا أسيبهم زي ما هم إنت شايف إيه اللي بيحصل عالميا من طبعا بعد الكورونا على الحروب بتاعت أوكرانيا وروسيا الدنيا كلها هبتت في العالم كله تمام مضبوط فدلوقتي إحنا عايزين نعرف إحنا المفروض نعمل إيه أنا دلوقتي لو محوشة شوية فلوس تمام أعمل فيهم إيه نبدئيا كده ما تحطيش فلوسي كلها في أداة استثمارية واحدة ما تحطيهاش في حاجة يعني شاهدات بس لأ دهب بس لأ برصة لأ لازم الاستثمار بتاعك أو فلوسي كلها تتوزع على أدوات استثمارية مختلفة بنسب معين علشان توزعي المخاطر لأن ما فيش حاجة اسمها صفر مخاطر أي أن كان نوع الاستثمار الحركة بتعمليه ما فيهوش صفر مخاطر الشاهدات نفسها حتى لو هي آمنة وإن الفلوس ما بتتأثرش بأي حاجة وبينزل لحضريك عائد ثابت كل فترة بس قيمة الفلوس نفسها بتقل مع الوقت نظرا طبعا للتضخم ده في الأوقات الطبيعية وخصوصا كمان في الأزمات لما بيحصل عملية تخفيض لعملة أو أن يحصل أي ارتفاع لمعادلات التضخم ده بيقلل من قيمة الفلوس فده نوع من أنواع المخاطر عشان كده بيسمها منخفضة المخاطر فبصفة عامة لازم يحصل تنويع الأدوات الاستثمارية جزء إيبقى في الشاهدات جزء إيبقى في صناديق الاستثمار منخفضة المخاطر جزء إيبقى في قدون خزانة جزء في الدهب جزء في البورصة لما حريك بتعملي توزيع للمخاطر توزيع على الأدوات الاستثمارية أنت كده نوعتي المخاطر بتاعتك فلو في أداة استثمارية حصل فيها مشكلة أو حصل دروب معين الأدوات التانية بتقدر أن هي تعمل نوع من أنواع التعافي وتساعد أن أنت تعوضي الخسارة أو تعوض المشكلة اللي حصلت في الأداء دي الكلام ده أنا بقوله في الحلقات بتاعتي من أول ما أعملنا القناة من قبل ما حتى تحصل أزمة الاقتصادية العالمية اللي حصلت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية طيب تفتكر فعلا أن الناس لما بتركز في حتة معينة مثلا زي مثلا لو تلاقي الناس كلها خافت فتروح ألاقي أنا هنزل أشتري دهب هل ده بيساعد أن سعر الدهب يعلى ولا هو بيفضل زي ما هو وده ملوش على قبضها طبعا طبعا أي حاجة بيبعليها إقبال لازم سعرها بيرتفع بأي إن كانت بس دي مش بتكون حاجات عالمية؟ مش شرط ما هو فيه جزء محلي وفيه جزء محلي يعني الجزء العالمي ده اللي هو السعر العالمي بتاع الدهب اللي هو بيعلن اللي هو سعر الأوقية وده بيتأثر بالدولار بعلاقة عكسية مع الدولار يعني الدولار لما بينخفض بيبتدي سعر الدهب يرتفع والعكس صحيح محليا فيه عامل تاني خلاص إحنا طول عمرنا أو في الفترات العادية بيبقى سعر الدهب محليا زيه زيه بره بالزبط ما فيش أي اختلاف هو بيسعر على سعر الدولار في البنك وبيبتدي إن هو أنت تلاقي خلاص هو سعره في السوق كده الفترة الأخيرة لما حصل إقبال زيادة وابتدى يبقى فيه طلب زيادة على الدهب والمعروض اللي عندنا معين أنت عندنا مثلا ألف كيلو دهب مثلا الناس كلها بدل ما كان عشرة بيطلبوا الألف كيلو دول بقى ميت واحد بيطلبوا الألف كيلو دول فبالتالي سعرها يعني طبعا بخلاف المشكلة بتاع التسعير وده بيكون حاجة ليجل إن هو سعرها يعني فيه جزء ليجل وفيه جزء ليجل طبعا الجزء ليجل إن هو الزيادة في الطلب فده بيعلي سعر السرعة في نفس الوقت الموضوع التسعير بالدولار ده غير السعر الرسمي فده برضو عمل مشكلة تاني طبعا أمال إزاي لو الناس عملت أقبال على الدهب إن سعره من كم يوم ابتدى ينخفض ده بقى بعد الإجراءات الحكومية اللي طلعت إن هو هيبتدي تخفيف القيود أو بمعنى أصح إلغاء الرسوم والجمارك على الدهب اللي جاي مع القدمين من الخارج بالزبط كده ومجرد إن هيدفع الدريبة القيمة المضافة على المصنعية ده مجرد إحنا في الإقصاد في حاجة اسمها الورد оф موت إن مجرد إن الإشعب تطلع أو الخبر بيطلع ده بيأثر على الأسواق بيأثر عليها في البورصة؟ أي إن كان السوق الكلام نفسه بيأثر على السوق نفسه فأول ما تقيل إن خلاص الحكومة هتعمل الإعفاء ده ابتدى الناس لا طب استنى بقى فيه دهب جاي من بره بالزبط كده فالدهب اللي جاي من بره ده سعره هيبقى أهدى بكتير من اللي موجود هنا إن سعر الأوقية بره أو سعر الدهب عمتا بره على السعر العالمي خاصة في منطقة الخليج هو العملات هناك مرتبطة بالدولار فبالتالي ما فيش فروق في سعر الدهب وزي السعر العالمي بالزبط فبالتالي الناس اللي هتجي من بره هتجي بسعر دهب أقل من اللي موجود في السعر المحلي هنا فلا أستنى أشتري الدهب الرخيص اللي جاي من بره أكتر ده أول حاجة تاني حاجة لما حصل إن الهيئة العملة للرقابة المالية وفقت على إطلاق أو تسندول الاستثمار في الدهب ده برضو خلا نستبلع نهدى ونشوف هنستثمر في الطريقة دي ولا هنستثمر في اللي جاي من بره فوسائل الاستثمار في الدهب تنوعت فبقى فيه فرايتز أكتر فبالتالي ده قلل الضغط على سعر الدهب اللي موجود في السوق يعني زي ما تقول كده الدولة بتحاول برضو تلاقي حلول مع الهجوم اللي بيحصل داع عشان الدنيا تده تخف الضغط بالزبط بالزبط الدهب اللي هيتم الاستثمار فيه من قبل الصندوق ليه شروط معينة زي إنه هو هيبقى مجموغ من الجهات المعتمدة ودرجة النقاء بتاعته لا تقل عن 999.99 وإنه بأوزان السبائك هي 50 جرام 250 جرام 500 جرام كيلو ومضاعفات السندوق ده زي ما اتفقنا هو متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وهي لجنة شرعية بتشرف وبتوافق على المحددات الاستثمارية للسندوق وبتراجع عليها بصفة دولية المحددات الاستثمارية للسندوق هتبع عبارة عن الاستثمار لا يقل عن 95% من أصول السندوق يتم استثمارها في الدهب بالنسبة للعقارات فيه برضو رأي آخر بيقول لا انت تستثمر في عقارات والعقارات طبعا انت عارف ان هي سعرها بيكون عالي جدا 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 حتى لو انت بتقصد على سنين كتير بس مش هيعرف ان زي ما انت قلت في الاول ان هو يقسم حكته على حاجات مختلفة يعني لو واحد بيستثمر فلوسه في عقار مش هيقدر ان هو يشتري معاها دهب ويحط الشهادات ويعمل حاجات دي كلها ايه رأيك في موضوع الاستثمار في العقارات الاستثمار في العقارات طبعا الاستثمار الجيدة اللي بتحافظ على قيمة الفلوس لان احنا ما شفناش عقار امته بتقل بالعكس انت طول مع مرور الزمن قيمة العقار بتزيد فهو اداة جيدة جدا لحفظ الاموال قيمة الاموال من التضخم ومن التقلبات الموجودة في سعر العملة بس في نفس الوقت هو عنده مشكلة كبيرة ان انت دلوقتي اسعار مواد البناء مرتفعة جدا فبالتالي اسعار العقارات بقى مبالغ فيها نوعا ما عن الطبيعي فدي اول مشكلة عمرها ما بينزل سعرها عمرها ما بينزل سعرها مش زي الدهب ان احنا ممكن نشتريه بعدين ينزل سعره حتى لو حينزل بكمية كبيرة بزبط ان هو تبع البورصة العالمية بزبط لكن العقار حتى لو دلوقتي سعره عالي هل ممكن على مدار سنين سعره يقل لا ما بيقلش بس ممكن يبقى فيه حالة من الستجنشن ان هو يقف عند سعر معين علشان هو دلوقتي كان مقوم اكتر من سعره فبالتالي وغير ان هو ممكن يحصل فيه عملية ركود نوعا ما يعني حرك لو رح تشتري شقة مثلا هي قيمتها مليون لو قال لها حركة بمليون ونصف او اثنين مليون مش هتشتريها وهتمشي فبالتالي ده ممكن يعمل نوع من انواع الركود الخفيف في الموضوع العقارات احنا من الشعوب اللي بتحب الاستثمار في العقارات بس بنسب معينة يعني ما تبالغش في الاستثمار في العقارات فيه ناس بتحب تشتري بكل فلوس تقريبا عقارات في الاخر هيلاقي فلوسه مجمدة مش عارك فيه فيه ناس بتعرف تستغلها كويس ان هي بتأجرها ويتعمل تقدر تستفيد منها وفيه ناس ما بتعرفش تعمل النقطة دي وفي نفس الوقت رجعنا لنقطة التركيز في اداسة مليون واحدة ممكن ان هو يأثر على المستقبل يعني انت شايف ان العقار ممكن يكون احسن شوية من الدهب ولا لأ لا لأنه هو كمان الدهب ان انت تعمليه سيولة او ان انت تقدر ان انت تعمليه لكوديشن اسهل بكتير من العقار العقار تقيل في بيعه ان انت تعمل لكوديشن ليه وتقدر تبعيه بيبقى اصعب بكتير من الدهب لا الدهب فرصته في وسرعة السيولة بتاعته اكتر بكتير من العقارات طيب عايزة بقى اسألك سؤال شوش ينطبق على تقريبا 90% مننا كلنا انا لو بقبض مرتب صغير حل والمرتب ده يعني هو بالزبط يدب يكافيني بس في نفس الوقت عايز اعمل حاجة البكرة اعملها ازاي وايه هي مبدأ ايا كده حضرتك الدخل اللي بيجيلك كل شهر ايا كان هو ايه لازم في جزء شهري يستقطع منه حالك لو بتقبضي نهارده 1000 جنيه هتلاقي ان كل التزاماتك وكل العباء المالية اللي عندك 1000 جنيه دي بالعافية بتكفيها او ممكن ما تكفيهاش كمان لو تاني يوم حصل طفرة في المرتب بتحرك بقى 5000 جنيه يعني خمس اضعاف الواقع ده حصرفهم برده في الاول هتبقي مسترياحة اه انا معايا فلوس كتير وداني يا مرتاح بس شهرين تلاتة لا ده مش مكافيني هتوصل لمرحلة دي فالأعباء والاتزامات المالية بتاعت حرك بتزيد مع زيادة الدخل او زيادة المرتب اللي بيجي الحركة فبالتالي لازم فيه نسبة انت تلزمي نفسك بي لازم نغير الماينسات لازم نغير طريقة التفكير ان فيه جزء معين لازم يتم استقطاعه من المرتب او من الدخل الشهري ويتعمله استثمار الجزء ده اللي هو بيبقى كم في المية مساء من مرتبي ممكن من 10 إلى 20 في المية بس دمش كتير؟ بس هو لازم هو لازم لو انت عودت نفسك على كده هتحس ان هو خلاص مع الوقت لأ ما بقى بقى حاجة طبيعية جدا في الأول هيبقى صعب بس مع الوقت خلاص هيبقى براكتس طبيعي وما فيهوش اي مشكلة خلاص انت اللي بتلزمي نفسك بداع هتبتدي انت ممكن توصل لان انا ممكن اعرف احوش 100 ولا 200 جنيه من الشهر دي تفرق ولا لا تفرق جدا تفرق اعمل بيوم ايه بقى انا عرفت احوش من مرتبي 200 جنيه في الشهر اوكا اعمل بيوم ايه عندك وسائل كتير جدا مبدئيا ابسط حاجة هنتكلم على سندوق الاستثمار منخفضة المخاطر دي بتدي فايدة يومية بيتم تراكم الزيادة اللي بتحصل بتتراكم على سعر الوثيقة تيجي في اخر المدة هتعملي استرداد هتستردي بالزيادة اللي حصلت ما بتقلش خالص المدة دي هيا تاريما بيكون قدية انت اللي بتحدديها مفتوع فيها حرية خالص زي حساب التوفير بالزبط بس الفكرة انه هو الزيادة اللي بتحصل عليه زيادة يومية انت حساب التوفير بيحسبلك على اقل رصيد في الشهر يعني لو انت حطيتي الف جنيه اول الشهر جيتي في نصر شهر اسحبتي ربعمية مثلا فافضل ستمية هو ده اللي هيحسبلك على الفايدة سندوق الاستثمار المخافضة المخاطر مش كده لا انت كل يوم المبلغ الموجود بيتحسب عليه الزيادة وقت ما تيجي تسحبي الفلوس بتاعتك بتلاقيها بالزيادة اللي حصلت عليها طب لو انت زنقت في النص وعايز اصحب الفلوس دي بيانفع السحابة في اي وقت تماما يوميا كل يوم تقدر يتسحبيها لحد الساعة 12 الظهر ده هو المعادة بتاع سندوق الاستثمار كده لحد الساعة 12 الظهر تقدر يتسحبي الفلوس بتاعتك ما فيش اي مشكلة ده نوع من انواع الاستثمار ممكن ان انت تدخلي في البورصة تشتري اسهم في البورصة انا عايز اسألك بقى واحدة واحدة كده دلوقتي انا عارفت احوش المتين جنيه بتاعت كل شهر وحطتهم في صندوق استثمار مخافضة المخاطر صندوق استثمار ناقدي وسبتهم سنة هيجي لي عد ايه على حسب العائد اللي هيتم توزيعه في خلال السنة يعني ما بين 10 و 14% انتي بتتكلمي على حسب السنة السنة اللي فاتت كنا منتكلم في 10% السنة اللي فاتت المتوقع بالنسبة للسندوق المخافضة المخاطر السنة تبقى في حدود 14% ممكن تقولي هتبقى تقريبا كم 14% يعني كم فلوس اه فلوس اوكاي اه يبقى 114 114 اه لو احنا 100 جنيه من الكلف 100 جنيه بقى 114 لو 200 جنيه بقى 118 114 في الشهر لا في السنة 114 جنيه اه بالزبط انتي هيجيلك 14 جنيه على المية جنيه اه اصدق غير المتين اللي انا بحوش يعني انت بتقول ان انا حاق يعني المتين جنيه يعملوا 28 جنيه في السنة بس مش الرقم برضو ما هو انت رقم انت استثماريه صغير انتي بالزبط عاملة زي كورة التلج اللي بتبتيتيه تكبر مع الوقت واحدة واحدة والمتين تبقى 300 والتلتمية تبقى 350 وبعدين انت المتين جنيه اللي انتي شلتهم في الشهر دول انتي ده قدد اول شهر اثاني شهر هتحطي 200 تنين تلت شهر هتحطي اه انت حسبتايلي على المتين جنيه لا انا حسبتاي على متين واحدة بس فقط ايوا ما لاتخطيت اه لا 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 انا حسبتاي على اول متين ل entender اللي انا عايزك تحسبلي لو انا بحوش متين جنيه في الشهر على سنة طيب بصي دي هتبقى حزبة طويلة شوية لسبب بصي كي احنا حسبناها على اول شهر انت اودعتي فيه لانها كل شهر هتبقى مختلفة عن اللي بعده بس احنا بنقول ان الابريج ان انت على المتين جنيه هيجي لك حوالي مية وشوية في الشهر لا في السنة 28 جنيه في السنة 28 جنيه في السنة بزبط بس انت بتزود كل شهر المتين جنيه فكل شوية هيزيد الفلوس هي الفكرة ان انت زي ما احتفقنا هي كرة التاج انت بتكبريها كل شهر سواء بقى في السندوق استثمار منخفض المخاطر وبعدين انا يعني افضل ان هي ما تبقاش في حاجة واحدة زي ما اتفقنا يعني خلي جزء في السندوق استثمار منخفض المخاطر مثلا وجزء تاني يستثمري في البورصة فيه اسهم سعرها قليل جدا في البورصة يعني فيه اسهم بخمسة جنيه واربعة جنيه وثلاثة جنيه وفيه بقروش كمان فانت ممكن تخش تشري عشر اسهم معينة وهكذا استثمار في الاسهم في البورصة بالذات بيعتمد على المدد المتوسطة وطويلة الاجل يعني خمس سنين عشر سنين خمستاشر سنة فانتي على لما يبقى ده الطبيعي بتاعك ان انت بتشتري اسهم طول المدة دي كلها انت في الاخر بتعملي متوسط سعري كويس قوي وبتعملي ارباح هيلة فالنصيحة اللي نطلع منها من السؤال اللي سألته لحضرتك انه يا جماعة مش شرط تكون انت بتحوش رقم كبير انت بتتعود ان انت بس تشيل جزء حتى لو مية ولا مية وخمسين جنيه من مرتبة كله ما تستقلش بالرقم ما تستقلش بالرقم واحدة واحدة الرقم ده هيكبر على مدار الوقت وكل ما تزود عليه كل ما هيجي لك فلوس زيادة وبيتضاعف مع الوقت يعني انت في الاول هتحس ان انت الميتين جنيه ولا حاجة تغيره قوي وبتاع السنة اللي بعدها انت الميتين جنيه لدي لأ طبعا انت كومتي من السنة او بتراكم من السنة الاولى مبلغ فهتدى يبقى معاك بلكس عمالة تزيد معاك وكل ما البلك ده يزيد غير اللي هي الفلوس الاصل فلوس الاصل وطلع عليها فلوس زيادة بالزبط كده وكل ما بتزودي كل ما الارباح بتاعتك هتبتدي تزيد واستثمارك هتبتدي يكبر مع الوقت طيب فيه ناس بتقول وبتنسح على السوشال ميديا ومعرفش ده صح ولا غلط ان سباك الفضة ممكن برضو تكون استثمار جايد ده حقيق الدهب والفضة من المعادن لتقدر تحفظ قيمة الاموال وتقدر ان انت تعمل عملية تحوط من التضخم بالدهب او الفضة الفضة برضو بنفس القوة بتاعت الدهب بس التدابات السعرية فيها بتبقى اعلى شوية من الدهب في نفس الوقت الارباح بتاعتها بتبقى قوى يعني احنا جينا مثلا في سنة 2011 كان نسبة الارتفاع الموجودة في الدهب حوالي 110% سعر الاقية نط مش فاكر 2008 ولا 2011 بالزبط التاريخ سعر الاقية بتاعت الدهب نط حوالي 110% الفضة نط 450% رقم برضو بالزبط بالزبط بالنسبة لسعرها قليل وبعدين سعر الاقية الدهب احنا بنتكلم في حوالي 2000 دولار المتواصل بتاعها في الفترة دي سعر الاقية الفضة حوالي 23 دولار 25 دولار رقم بسيط بسيط دي يقدر ان الصغر المستثمرين يقدروا ان هم يتحوطوا به لو مش هيقدروا ان هم يشتروا دعا بالزبط انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ محمد على وجودك معي من نهاردة اشكرك انا سألتك يمكن مش باسئلة الموزعين اللي هي بتكون كلمات كبيرة كده وضخمة بس انا دي الطريقة اللي بشوف بيها الناس بتتكلم في الشارع جراني وصحابي واهلي وبنبقى عايزين نفهم بطريقة مبسطة بالزبط عشان كمان الفكرة تقدر تيوصل لناس بشكل افضل مرسي جدا على زوءك ومرسي جدا ان انت كنت معينا مرسي لحوالتك مرسي وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة انا نشوفكم ان شاء الله الاسبوع جاي في نفس المعيد باي باي